كان وافتتاح الجولة السبعة وعشرين من عمر دوري نايل خلاص قطار دوري نايل قرب على النهاية ولسه الصراع مستمر والمنافسة شرسة جدا النادي الاهلي بدأ يعود لمناطقه المعتادة وعصبح في المركز التاني وبرامدز ماشي زي ما هو بيلفوز بعد 11 جولة من الفوز فيه كمان صراع بين أندية كتير فيه قاعم أولين ودخلية وأكتر من نادي كله عاوز يهرب من منطقة الخطر فرق كتير موجودة في منطقة الجدول الدافئة ولكن برضو محدش عاوز يفضل موجود لحد آخر لحظة في مناطق الخطر فخلونا كده قبل ما نتكلم عن جدول ترتيب دوري نايل قبل جولة النهاردة ولقاءات النهاردة نستعرض لقاءات الجولة السبعة وعشرين لنبدأها طبعاً بأول لقاءين في الجولة النهاردة عندنا انبي والجونة الساعة سبعة استابترو سبورت كمان عندك طلاقها الجيش واسموحة الساعة سبعة في استاد جهاز الرياضة انبي مع كابتن سايد ياسي إن بيواجه الجونة مع كابتن علاء عبدالعيل ونشوف المنافسة يكون عاملة إزاي عندنا كمان يوم الحد في مودرني فيوتشر الإسماعيلي الساعة أربعة العصر طبعاً مودرني فيوتشر الفائز في آخر لقاء والإسماعيلي اللي تعادل تعادل إيجابي في لقاء الأخير عندهم لقاء مهمة على استاد السلام أما المصري اللي جاي من فوز مهمة على نادي الزمالك مع كابتن علي ماهر هلاعب كابتن آيمن رماضي سراميكا كوليو بطرة وهزيمة تلتة على التوالي ودي مش حاجة جيدة مع سراميكا في أكتر من لقاء فيهم زي لقاء أمبي ولقاء المصري ريمونتادة تعملت عليه بعد ما كان فايز فدي مشكلة ده يكون لقاء الساعة 7 على استاد برج العرب أما بيراميز مع يوريشيتش هيكون الساعة 7 مع المقاولون العرب مع كابتن معتن الجمال على استاد الدفاع الجو الفرقتين جايين من فوز بيراميز 11 لقاء لا يعرف سوى الفوز مع يوريشيتش كابتن معتن الجمال آخر فوز ليه كان في أول أيام العيد على طلاق الجيش قوي هل يقدر كابتن معتن الجمال مع رجالة المقاولين يوقفه قطار بيراميز دالنا هنعرفه يوم الحد أما يوم الاتنين معنا طالت لقاءات أيضا عندك البنك الأهلي وبلدية المحلة الساعة 4 على استاد السلام كابتن طريق مصطفى تعادل جديد وبلدية جاي من هزيمة وعايزين يعوضوا كل فريق منهم لكن الدخلية وزد هيكون الساعة 7 أيضا على استاد السلام يعني هنا الدخلية جاي من هزيمة وزد جاي من تعادل كابتن مجدي عبدالعاطي عايز يكمل في منطقة جيدة في جدول الدوري ولكن كابتن عيب مرزي أكيد في مكان صعب ولكن بيحاول يقدم شكل جيد مع الفريق عندنا آخر لقاء يوم الاتنين فاركو والاتحاد الساعة 7 برج العرب فاركو جاي من تعادل مع النادي الإسماعيلي مع كابتن أحمد خطاب والاتحاد مع كابتن طرق العشري جاي من هزيمة وبكل تأكيد هيكون في ندية قوية جدا فاركو الاتحاد كل واحد فيهم عاوز يضمن مكان جيد في جدول دورينا نيجي بقى على آخر يوم يوم الثلاث يوم المنتظر يوم كل عشاء كرة القدم المصرية في انتظار لقاء القمة بين الأهلي والزملك ودايما لقاء الأهلي والزمالك طبعا هيكون الساعة 7 استادق قاهرة الدولي وده هيكون بعد ما استادق قاهرة كده بيستدهيجها تبقى له فترة وكان في بعض الإصلاحات وهيتزيد بلقاء القمة حد يقول لي لقاء قمة ازاي الجدول مختلف في الزمالك في مركز تاسع وأهلي في مركز تاني فين القمة دائما وأبدا لقاء الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي بيكون خارج الحسابات خارج أي جدول خارج أي تنافسية في الدوري حتى لو كان الدوري محسوم لقاء الكبيرين بيكون لي طعم مختلف الناس كتير بتتكلم هل طبعا بعد ما نادي الزمالك ومجلس أدرته وأصدره بيان بعد لقاء المصري إن مش هيكون فيه لعب غير بعد لقاء فرقه لحد ما كل الفرق تلعب وأجلتها حتى الآن الجدول ماشي واللقاء مفروض هيتلعب وستادق قاهرة مستني اللقائين والجماهير بدأت تشتري في التذاكر التذاكر تم طرحها نتمنى يكون اللقاء موجود وكده وستادق قاهرة يتزين باللقاء نشوف كورة كويسة في المعلى آه طبعا ممكن الزمالك ده اعترض على بعض الأخطاء اللي شافها فريق تاني اعترض ولكن نتمنى ما يكونش فيه أي حاجة تؤثر على الموطع اللي يكون موجودة في اللقاء خلونا دلوقتي كده نستعرض مع بعض جدول ترتيب دوري نايل قبل اللقاءات اليوم في الجولة السبعة وشرين طبعا وأنا مغمض وحضراتكم حفظين في المركز الأول بيرامدز اللي لعب 24 لقاء بيمتلك 59 نقطة طبعا بيرامدز مخشرش غير لقاء واحد فقط حتى الآن في الدوري وفاز 18 لقاء وتعدل في خمسة أما النادي الأهلي اللي جاي بقى بلقاءات المؤجلة وكل ما بيفوز في اللقاء بيضغط أكتر على نادي بيرامدز الأهلي لعب فقط حتى الآن 18 لقاء فاز في 13 تعادل في 3 وخسر في لقاءين وبيمتلك 42 نقطة المركز الثالث عندك طبعا النادي المصري 25 لقاء فاز في 12 وتعدل في 6 وخسر في 7 وبيمتلك أيضا 42 نقطة ولكن الأهلي اللي لعب فقط 18 لقاء عنده أفضلية في الأهداف الأهلي خاصة اللقاءين زي ما احنا عارفين كان من بنك الأهلي من زمالك فقط حتى الآن طيب في المركز الرابع عندك زد FC اللي لعب 24 لقاء فاز في 9 تعادل في 11 هزيمة في 4 لقاءات وبيمتلك 38 نقطة نفس الرصيب من النقاط مع نادي مودرني فيوتشر لكن في المركز الخامس زد عنده أفضلية في الأهداف وكم من مركز السادس بقى عندك سموحة معه 38 نقطة من 25 لقاء طبعا فاز في 10 تعادل في 8 تعادل في 8 صحيح وخسر في 7 لقاءات في المركز السابع 25 لقاء فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 8 لقاءات وبيمتلك 37 نقطة الاتحاد في المركز الثامن ملاعب 26 لقاء فاز في 9 تعادل 9 وخسر في 8 لقاءات وبيمتلك 36 نقطة أما بقى نادي الزمالك اللي في المركز التاسع لعب 20 لقاء فقط حتى الآن فاز في 10 لقاءات تعادل في 4 لقاءات والرقم السلبي مع نادي الزمالك هزيمة في 6 لقاءات الزمالك لعب 20 لقاء خسر في 6 ده رقم كبير جدا لنادي الزمالك وطبعا بيمتلك 34 نقطة في مركز التاسع سراميكا كليبطرة 34 نقطة أيضا يتساوي مع زمالك في النقاط ولكن الزمالك عنده أفضلية في الأهداف في المركز العشر سراميكا لعب 25 لقاء فاز في 9 وخسر في 9 وتعادل في 7 لقاءات طلعا الجيش في المركز 11 لعب 24 لقاء فاز في 8 تعادل في 9 وخسارة في 7 لقاءات وبيمتلك 33 نقطة الجونة لعب 26 لقاء في المركز الـ 12 بيمتلك 31 نقطة أما الإسماعيلي صاحب المركز 13 لعب 26 لقاء بيمتلك 28 نقطة الإسماعيلي فاز في 6 ويتعادل في 10 ويخسر في 10 لقاءات البنك الأهلي طبعا في المركز الـ 14 لعب 26 لقاء فاز في 6 تعادل في 6 ويخسر في 14 لقاء بيمتلك 24 نقطة فاركو في المركز الـ 15 لعب 26 لقاء تمتلك 22 نقطة بلدية المحلة في المركز الـ 16 لعبت 25 لقاء فازت في 6 وتعادل في 4 وليه قلت 15 أن البلدية أكتر فريق عنده هزائم في الجدول حتى الآن خسروا 15 لقاء ومعاهم 22 نقطة المؤولين العرب في المركز 17 معاهم 19 نقطة لعبه 24 لقاء فازه في 4 وتعادل في 7 وهزيمة في 13 الداخلية صاحب المركز الأخير اللي لعب 26 لقاء بيمتلك 15 نقطة اللي فاز في لقائين فقط ويتعادل في 9 وأيضا يتساوي مع بردية في عدد الهزائم 15 هزيمة حتى الآن الجدول مشتعل كل الفرق عندها أمل في الفوز أي فريق هيفوز هيتغير مركزه من مكان لمكان أكيد كل فريق عاوز انهي الجدول في أفضل مكان ممكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكتلم عن إحصائيات لكو معنا في لقاء إن بيوجونا ولكن بعض الفاصل استنونا